نبقى في الأردن ولكن ننتقل إلى موضوع آخر فقد أثرت قضية تلميذ أردني تعرض للإهانة وسوء المعاملة للأسف الشديد من معلمته جدلا واسعا حول أساليب التعليم وذلك بعد تسرب مقاطع مصورة هزت مشاعر كل مشاهديها من غير استثناء مشاهد تعنف فيها المدرسة أحمد التلميذ الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات نعم عمره ست سنوات مشاهدين أيضا ممارسات شتى أنواع العنف اللفظي والتهديد والصراق عليه وحتى الضرب التحقيق في تفاصيل القضية ما زال قائما في الأردن أما التفاصيل فمع الزميل عماد العضايلة في هذا التقرير من عمان شوف سوا إن كان للبيوت أسرارها فبعض المدارس هنا أزدلت على العنف والتعنيف التعليمي ستارها ستار ما كان ليكشف عما يخفيه لولا قضية طالب مسكين ومصطرة ومعلمة حدث ولا حرج قضية تسربت تفاصيلها عبر الإنترنت وما كان البعض ليصدقها لولا انتشار بعض من مشاهدها حلقة الإعدام هذه التي أقيمت في صف مدرسي من المفترض فيه أن يكون أرضية لبذور بنات المستقبل صف أمسى وكأنه مقصلة تقضي على التربية والتعليم والتنشئة والتقويم بكاء الطفل واستجداؤه هذا ما دفع بالإم بي سي لزيارة ذويه بعدما أمست قضيته قضية رأي عام من طفولي قبل أي شيء أحكي لك أنه كان صعب جدا علي وأصعب من صعب علي بجوز الناس اللي مؤنى تأثرت بالموضوع كيف لما أكون أبو وأشوف ابني بالمنظر هذا أنا كنت متأثرة جدا أنا كنت في المدرسة والمعلمة كانت تضربني وكرحت المدرسة ليش كرحت المدرسة؟ حسنا كل يوم معلمة تضربني ولأن التربية والتعليم في المقام الأول هما من أكلتا نار عصي هذه المعلمة بحثت الإم بي سي بدورها عن الوزارة المسؤولة عنهما وزارة التربية والتعليم التي لم تمنح الإم بي سي رغم محاولاتها المتكررة أي تعليق عما ورد في الشريط اللاتعلمي واللا أخلاقي لذلك بحثنا عن رد فعل عام ينقل نبض الأهالي في حال تعنيف وإرهاب أبنائهم في المدارس على يد المعلمين العنف أصلا مش مقبول لا في البيت ولا في المدرسة يعني هذا مش مقبول لا كأسلوب تربية ولا مقبول من المدرس ولا مقبول من أي حد رد فعلي شوف أنا بالبداية بقول له أنه لا يمكن أي واحد كبير عاقل يضرب طفل إلا إذا بيكون يا إما مجنون يا إما الطفل أذنب فبما أنه الطفل أذنب وذنب يجب معاقبته عليه فبتعاقب طبعا هو مرفوض بشدة لأنه بيعلم الأولاد أنه يكون محزوزين بشخصيتهم ما عندهم ثقة بنفسهم فبينتج عنه فرد غير كفو قضية في مشاهد لخصت بالتعليم المجبول بالعنف لكنها قد تعمم على الأساليب التعليمية المتبعة من قبل كل المعلمين هنا لكنها تدق ناقوس الخطر إن لم يكن هناك عقاب ورد فعل يردع كل معتد على حقوق الطفولة والتي يترأسها حق التعليم دون أن يكون المارد المخيف هو المعلم عماد العضاء العمان وصباح الخير يا عرب بدنا نستغرب بعض أطفالنا ليش يكره المدرسة ويكره المدرس هذا الوضع مع الأسف في بعض المدرس وليس جميعها كلنا مشاهدين شاهدنا هذا المقطع الذي تشمئز له النفوس والذي أعظم من المدرسة هي المخلوقة أنا ما أعتبرها إنسان أو مدرسة المخلوقة اللي كانت تتصور هذا الطفل ومعاناته وكان يستجديها يستجدي عطفها ولكن من غير فائدة لذلك مشاهدين معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان دكتور علي الدباس مفوض تعزيز الحريات المركز الوطني لحقوق الإنسان في عمان صباح الخير صباح الخير أخت الجين لكي ولجميع المستمعين برناوجكم الكريم نعم دكتور دكتور جميعنا شاهدنا المقطع وربما للي ما سمع المقطع بوضوح ممكن يشاهده على اليوتيوب ليسمع الطفل كيف كان يستجدي هذين أو هاتين المخلوقتين الذين للأسف ما كانوا عندهم رحمة من الذرة أو الإنسانية بقلبهم فما تعليقك أول شيء على هذا المقطع حقيقة أخت الجين ما شاهدناه من مقطع يعني حقيقة يدمي القلب ويثير مشاعر الغضب حيال حق هذا الطفل في التعليم وحقه في الكرامة الإنسانية حقيقة هذا الموضوع الذي نبحثه الآن لا يقل أهمية عن الموضوع الذي بحثتمه قبل قليل حول الحريات في مصر مستقبل الأمة العربية قائم على احترام حقوق الإنسان وتحديدا احترام حقوق الطفل هذا الطفل الذي سيصبح قائدا في المستقبل وبالتالي كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني والقواني الأردنية نصت وأكدت على أهمية احترام آدمية حقوق الإنسان إذا كان حق الطفل في التعليم هو حق أساسي ولكن هذا الحق مرتبط ارتباط تام ومباشر بحقه في الكرامة الإنسانية وبالتالي لا نستطيع ولا نطالب بحق تعليم خال من الكرامة الإنسانية وبالتالي حقيقة ما حصل هو جريمة بحق هذا الطفل ويجب حقيقة على السلطات المختصة وتحديدا وزارة التعليم أن تقوم بالتحقيق والتحقيق الكامل في هذه القضية ومحاسبة من يسيء إلى أي من أطفالنا في الأردن وفي كافة الدول العربية نعم دكتور دكتور ما لم يكن واضحا في التقرير وهو الصوت صوت هذه المخلوقة التي تطلب من الطالب كتابة رقم أربعة فهيكتب من رقم أربعة عشان ترجع مرتانة تقول له وليه هاي رقم أربعة هيك بيكتبوا الأربعة بترجع تطلب منه يكتب رقم تسعة بيكتب الرقم تسعة بشكل صحيح وبكل براءة أيضا مرتانة ترجع تعنفه وبتبينه اللي صح خطأ كأنها بتعمل هذا الشيء فقط لتستلد ربما يعني شيء أو نفسية غريبة بداخلها هي ومن تصور فكم حالة عنف وإساءة ضد الطلاب صغارا كانوا أو كبارا ظلت طيء الكتمان ولم يعلم بها أحد ويمكن لو ما تصور هذا المقطع ما كان أعرف بي أحد دكتور الصحيح أنه حالات العنف في المدارس يجب أن لا تبقى طيء الكتمان والصحيح أنه نحن كمركز وطن لحقوق الإنسان مطالب بنشر ثقافة حقوق الإنسان حتى من الصفوف الأولى في المدارس لأنه لا نستطيع أن نكتشف انتهاكات حقوق الطفل إلا إذا كان الطفل على إلمام وعي تام بحقوقه وبالتالي نحن مطالبين كمؤسسات مجتمع مدني أن نقوم دائما بالتحقق من الظروف التي يتم فيها ممارس التعليم وخصوصا في المدارس الابتدائية الذي يكون الطفل غير قادر على فهم ما يدور حوله من قضايا بالإضافة إلى أن الدولة وتحديدا وزارة التربية والتعليم مكلفة بموجب قانون التربية والتعليم وبموجب اتفاقية حقوق الطفل أن تتخذ التدابير الإدارية الكاملة والكافية لضمان احترام حقوق الطفل لا يقبل من وزير التربية فقط أنه فقط يحقق لمعاقبة من نرتكب مثل هذه الجرائم المطلوب هو أن تتحقق وزارة التربية والتعليم أن كافة المدارس تقوم بتعليم الأطفال بما ينسجب مع الكرامة الإنسانية المتأصلة في هؤلاء الأطفال وبما ينسجب مع تنشئتهم تنشئتها قوم على احترام حقوق الإنسان بشكل عام نعم دكتور في رأيك هل بعض هذه المشاهد ربما تضطر أو تدفع وزارة التربية والتعليم إلى وضع بعض الكاميرات التصوير داخل الفصول أسوة ببعض المدارس في الغرب فقط لضمان سلامة الطالب وربما في بعض الأحيان أيضا ضمان سلامة المدرس يعني إحنا ما نستثني أنه ممكن الطالب أيضا يتبلع المدرس أو أنه يسير المدرس فلسلامة الاثنين الحقيقة التصوير داخل الغرف الصفية قد تكون عليه بعض الملاحظات من جهة حقوق الإنسان كونها تنتهك الخصوصية وقد تحرم الأطفال من حرية التعبير بشكل كافي أو حتى المدرس من القيام بدوري بشكل كافي لأنه دوما تحت الرقابة ولكن لو سمحته لأخت الجين أنا أعتقد أن الأساس لحل مثل هذه المشكلة هو تدريب المعلمين على أساليب حديث للتدريس وأن لا تكون الأسلوب العنف والتهديد هو الأسلوب السائد في التعليم المدرسي سواء كان في الصوف الأولية أو الثانوية حتى في الجامعات كما أنه مطلوب أن يكون هناك تدريب وتثقيف للمعلمين على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتحديدا على حقوق الطفل يجب على كل مدرس أن يعلم ما هي الحقوق التي يتمتع به الطفل ويجب أن يحترم هذه الحقوق ولا يوجد ما يمنع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام والتزام كافة المدرسين بالتعليمات والأوامر الصادر عن وزارة التربية والتعليم حماية لحقوق الأطفال نعم نتمنى فعلا أن تكون الإجراءات التي تم اتخاذها مع هذه المدرسة إجراءات مناسبة وأن لا يرجع إن شاء الله يتكرر هذا الموقف سواء في المدارس الأردنية أما المدارس بشكل عام مع أي طفل كان شكرا لك حتى سعى دكتور علي الدباس مفوض تعزيز الحريات المركز الوطني لحقوق الإنسان كنت معنا مباشرة من عمان